السلام عليكم يحلى المتابعين تمنى أن تكونوا بخير إذن أصدقائي هذا الفيديو مخصص لكي أشرح لكم طريقة نقل أي سيرفر ثاني إلى سيرفر الشرق الأوسط طبعا هناك لعبين يوجد عندهم حساب في سيرفر ثاني مثلا قام بفتح حساب في سيرفر ثاني نظرا لوجود جوائز مثلا مجانية في ذلك السيرفر وسيرفرنا كما تعلمون هو مظلوم من عدة نواحي وإن دخلت مثلا على سبيل المثال إلى السيرفر الأمريكي أو السيرفر البرازيلي فدون شحن يمكنك أن تحصل على جوائز كثيرة هناك في ذلك السيرفر فالكثير قاموا منا بهذه الطريقة والآن يريد أن يحول ذلك السيرفر إلى سيرفر الشرق الأوسط لكي يتمكن من اللعب مع أصدقائي هو أشياء كثيرة المهم أصدقائي تابعوا مع الشرح سأريكم الطريقة الوحيدة الموجودة حاليا في نقل متعلقة بنقل السيرفرات وقبل هذا لا تنسوا الضغط على أهجاب وإن لم تكن مشترك في القناة فانزلي الآن وضغط على زر الاشتراك وتابعوا معي إذن أصدقائي كما تشاهدون الآن سأريكم الطريقة التغيير السيرفر مثلا أنا دخلت إلى هنا في هذا السيرفر البرازيلي هذا حساب قديم عندي هنا في هذا السيرفر كما ترون لم أشحن فيه ولا مرة مع ذلك يوجد عندي هنا سكينات رائعة كل هذه أعطيت مجانا في هذا السيرفر هذا أعطيت مجانا ماجي كيوب وقمت بالتبديله بهذا السكن يوجد سكينات كثيرة هنا قديمة يمكنك أن تبدلها بالماجي كيوب وهذه أعطيت أيضا مجانا وكذلك أعطيت بعض الرقصات وترون كل هذه أشياء مجانية كما تشاهدون أعطي أيضا هذا المخطط مجانا وأعطي منحات تغيير اسم مجانا إذن كل أشياء أسطورية هنا تعطى مجانا إذن مثلا أنا أريد تغيير هذا السيرفر أنا دخلت إلى هذا السيرفر لكي أخذ الـ ID الخاص به أقوم هكذا بنسخه أقوم بنسخ الـ ID ثم أعود إلى سيرفر الشرق الأوسط حسابي الأصلي في الشرق الأوسط إذن أصدقائي كما تشاهدون بعد أن عدت إلى حسابي الأصلي في سيرفر الشرق الأوسط أذهب هنا إلى آخر كلمة موجودة هنا الاتصال بالدعم أدخل من هنا أو أقوم بالاختصال المسافة أضغط على الإعدادات ثم أضغط على هذه الكلمة سيرفر ثم سأدخل إلى هذه الصفحة كما ترون الطريقة الوحيدة هي أن تقوم بالاتصال بالدعم أو بالتواصل مع الدعم لكي تقوم بتغيير حسابك أو تقوم بتحويل حسابك من سيرفر ثاني إلى سيرفر الشرق الأوسط وهذه الطريقة لا تتطبق فقط مع السيرفر البرازيلي بل مع كل السيرفرات حتى في التايلاند السيرفر التايلاندي الأمريكي الأوروبي تضغط على هذه الكلمة لا تضغط عليه كلمة تسجيل الدخول بل تضغط على هذه الثلاث إشارات هنا يظهر لك إرسال طلب تضغط عليه ثم كما ترون تكتب هنا الإبارة الإلكترونية الخاص بك لكي ينغيب في التواصل معك هنا تكتب الموضوع الموضوع تكتب مثلا تغيير السيرفر أو تحويل السيرفر المهم نفس المفهوم ثم تذهب إلى هنا اختيار الفئة تذهب إلى الوصف مثلا نختار فئة نرى حاضر مشكلة تدفع مشكلة تحويل حسابات المربوطة تحويل سيرفر الياسع من سيرفر الأوروبا إلى شرق الأوسط إذن هنا يوجد تحويل سيرفر من سيرفر وانت اضغط على أخرى لا تضغط على تلك الكلمة لأنه فقط مكتوب هناك تحويل سيرفر من أوروبا إلى شرق أوسط انت اضغط على هذه الكلمة ثم اكتب ما تريد مثلا اكتب مثلا مرحبا مرحبا قالينا مثلا نكتب مثلا أنا اللاعب هنا تقوم بنسخ الـ ID الذي قمنا به قمت بأخذه هذا هو تكتب أمامه الـ ID هذا هو الـ ID الخاص بالسر الحساب الذي تريد نقله إذن أصدقائي أوقفت الفيديو لكي لا يطول عليكم وقمت بكتابة هذه الرسالة كما ترون مرحبا قالينا أنا اللاعب تكتب الـ ID الخاص بذلك السيرفر الذي تريد نقله إلى هذا السيرفر الشرق الأوسط ثم مثلا على سبيل المثال يمكن أن تغير التعبير أنا كتبت أطالب بنقل السيرفر الحالي من سيرفر برازيلي إلى سيرفر شرق أوسط بسبب أنني لا أستطيع اللعب مع أصدقائي الموجودون في سيرفر الشرق الأوسط أتمنى أن تحققوا مطلبي وشكرا هذا هو مثلا هذا يمكنك أن تقوم بإرساله وتضغط على كلمة إرسال بمجرد أن تضغط على كلمة إرسال حاليا أنا لا أفكر في تغيير السيرفر أريد أن نترك السيرفر برازيلي لأنني أحتاج بحاجة إلى ذلك السيرفر إن أرغبت أنت في قيام بتغييره يمكنك أن تكتب هذه الرسالة وتضغط على إرسال بمجرد أن تضغط على الإرسال سيتوصلون معك بعد مرور ثلاثة أيام انتظر على الأكثر سيردون عليك في حدود ثلاثة أيام وأكيد سيمكن أن توصلوا معك إن قمت بكتابة عنوانك بريدك الإلكتروني يكتب هنا بريدك الإلكتروني لكي يرسلوا لك رسالة خاصة فيه هل تم قبول طلبك وغالبا سيتم قبول طلبك عندما يرون أنك موجود بالفعل أنت متواجد في الشرق الأوسط وعندك حساب بالفعل في سيرفر ثاني يعني كيف أنت تلعى أنت موجود في سيرفر الشرق الأوسط وأنت موجود في الشرق الأوسط وعندك حساب في سيرفر ثاني وسيعيدونك إلى السيرفر الشرق الأوسط بهذه الطريقة الوحيدة الموجودة التي يمكنك أن تعيد بها السيرفر آخر إلى سيرفر شرق الأوسط إذن أصدقائي هذه الطريقة تمنى أن يكون قد فدتكم جربوها أوسط تسعين بالمئة ثمانين تسعين بالمئة سيقومون بتغيير سيرفر لكم لأنه هذا من حقكم هذا الشيء من حقكم وأنتم تطالبون بحقكم ولا تطالبون بشيء ثاني إذن أصدقائي تمنى أن يعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على إعجاب واشتركوا في القناة إن لم تكونوا مشتركين وانتظروا إلى فيديوهات قادمة وأخبار جديدة إن شاء الله كأنا معكم أسامة من قناة دايون والسلام عليكم